بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي مرحبا بكم في قناة الدرس انجليزي مع مستر عاط ربيع ان شاء الله النهاردة هنحل من كتاب البيت باي بيت صفحة 159 و160 الوحدة الرابعة الدرس الاول معنا السؤال الاولاني listen اسمع and write اكتب true or false listen حول تسمع منا كلا my name is adil i live in alexandria it's a big city in the north of egypt alexandria has beautiful beaches alexandria library is a good place to read books most egyptians come to alexandria in the summer i like my city very much because its people are friendly اول سؤال alexandria is in the south في نوات of egypt في غنوب ماس بغلط false number two people in this come to alexandria because iskendria is in the summer في فصل الصيف تروصح number three alexandria iskendria has beautiful ladeyha beautiful beaches شعطق جميلة دتروصح بعد كلا معنا السؤال التاني برضو listen اسمع عندكم بليل حول تسمع مني listen i am shady i am from aswan i love my city very much tourists like to visit it all the year elefanti island is the oldest part of aswan aswan botanical garden is very fantastic it's a very beautiful garden اول سؤال معنا شاري is from aswan number two elefanti island is the oldest هي أقدم number three not like to visit بحب يزوروا أسوان الغير من tourists السياح بعد كلا معنا السؤال رقم three choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة number one there is not to see لكي تراه in elefanti island في lots في كثير من number two we visit zurnas the north of fiyala معبد الفiyala يبقى temple of fiyala number three we cannot for long walks للتمشية الطويلة you can go تستطيع عن تذهب number four the elefanti island is the north of history مليئة بالتاريخ يعني مليئة fall number five we enjoyed نحن استمتعنا زنواط at 6 pm من أسوار استمتعنا بـ sunset غروب الشمس عندنا كمان رقم الستة these coins هذه العملات are expensive بغالية because they are لأنها rare يعني rare نادرة بعد كنا معنا الرقم الاربع reorder أعيد ترتيب هذه الكلمات do you leave leave هل تعيش in a city number two fantastic as if it's it's the most fantastic place ليس إنه مكان جميل أو رائع رقم ثري i i was traveling كنت أسافر كنت أسافرا by boat بواسطة القارب رقم رقم the buildings المباني are fascinating خلابة أو رائعة بعد كده معنا السؤال الرقم 5 punk weight علامات الترقيم بداية الجملة معمول capital i بس في مسافة ما بين i و m missing u تبدأ جملة غير full stop number two بداية الجملة capital ونحاول نسيب مسافة عن الكلمات فاطمة الف capital yesterday ما فيش فيها حاجة نكتبعها زي ما هي دي جملة برضو في الآخر full stop بعد كده معنا السؤال الرقم 6 بيقول لك اكتب ايه باراغراف من 40 كلمة باستخدام الكلمات الموجودة عندك عندك بيتكلم عنها your city اسوال مدينتك اسوال عايز اكلم عن هي fantastic هنسيب مفتاح للكلام زي ما حضرتكم متعودين ما عارفين معايا كويس نقول there are a lot of wonderful wonderful places في كثير من الاماكن الجميلة in Egypt في مصر full stop بنقطة اسوان اسوال 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 غريبا or اسوال اهر يعني أنها هادئة أو إن سوال هي سواaison ارخي ما فيش اي غابات هناك but ولكن there are lots of these so it's so it's quite الى حد ما green طب كلا انت هنا من حل صفحة مية تسعة وخمسين ومية وستين من كتاب البيت باي بيت للصفة الخامس الابتدائي بشكل من بتابع قناة درس انجليزي مع مصر عوض ربيع واللي بشوفنا الاول مرة مانساش يفعل الجرس واشترا في القناة عشان يوصل له كل جديد اعزين الفيديو ليوصل لاكبر عدد ممكن من اصدقائكم واصحابكم